شنو السفالة هذه؟ وإلى متى يبقى هؤلاء يتحكمون في البلاد والعباد؟ إلى متى؟ والله أحد أسباب البلاء في هذا البلد في العراق هو وجود أمثال هؤلاء وأن هذا الشعب رضي بأن يسلم القيادة لأمثال هؤلاء نزعت البركة من هذا البلد بسبب هؤلاء ضاع البلد ضاع نص البلد محتل من الإرهابيين والنص الثاني ضايع لا أمن لا خدمات لا مستقبل مستقبل ما موجود في هذا البلد انعدمت الحياة انعدم الأمل ليش كل هذا؟ ما تسروا لنفسكم ليش؟ لأنه هذا وأمثاله من مخلفات الزمان صاروا هم في موقع القيادة والريادة ويتحكمون بالبلاد والعباد حولوها إلى إقطاعيات كل حزب له إقطاعية كل فئة لها إقطاعية تتحكم بيها وأهل البيت آخر ما يفكرون به والقضايا الدينية آخر ما يفكرون بها وباسم الدين شنو؟ يقولون باقون الحرامية هو هذا الصحيح رفعوا لواء الدين حتى يصلوا فلما وصلوا لا صلوا ولا صاموا صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما ناله لا صلى ولا صاما هو هذا وقت الانتخابات تعال شوفهم ما شاء الله وبعد الانتخابات هذا ليش؟ قعودنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قعدنا فصارت هذه النتيجة إن الله كلام رسول الله هذا صلى الله عليه وآله إن الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له وفي رواية أخرى لا زبر له زبر يعني صوت جاه وريع يصيح فقيل له قيل لرسول الله وما المؤمن الذي لا دين له أو لا زبر له قال الذي لا ينهى عن المنكر هذا مؤمن ضعيف لا دين له الله يبغضه ما يحب الله يقول له ليش ما نهيت عن المنكر الله يحاسب يوقفكم واحد واحد يوقفكم لم لم تنهى عن المنكر أمرتك بأن تنهى عن المنكر أم لا ما تقدر تقول لا غصبا عنك تعترف تقول إيه نعم أمرتنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما لم تمتثل ليش ما نهيت عن المنكر لما لم تنهى هؤلاء عن المنكر أكون منكرات موجودة الآن في بلدك في العراق ليش ما تنهى عنها وأعظم المنكرات تقديس ظلمة وقتلة الرسول وأهل بيته أطهار عليهم السلام أو احترامهم هذا أعظم المنكرات ترجمة نانسي قنقر